اشتركوا في القناة تبنينا هذا الميل في إطار حقوقي على أساس أنه هذا الوضعي اللي يعيشوا هذا الناس دخلوا في إطار إن الوطن غفور الرحيم ووجدوا أنفسهم يعيشون وضعية مزرية في بلدهم الحقيقي بالنسبة لنا نجلسة مع السيد وكيل المالك شرحنا للوضعية الميل الآن عاو تنرى في القضاء وإحنا كنسان دوم وإحنا نازلنا معهم لأن هذه الوضعية ليست إنسانية وليست حقوقية لأنه إحنا كنسان دوم على الأقل يخذوا أوريقاتهم ويخذوا الموضوع يشوف كرامة كمواطنين مغاربة في بلدهم الأصل اشتركوا في القناة